انا كان عاني من واحد المرض اه سرطاني. هادي مدة عام و اشت شهر. تبعت اه في الكلينيك مندرت تلتاشر حصة. وما زال كان عاني. ما زال مريت شوية. الله يجازيكم بالخير للمحسنين. اللي قد يعطينا شي حاجة لوجه الله يعونه وغير كاري. اه لا الله انت كتشوف. والله لا يضيع اجرا محسنين. بينا ربي سبحانه وتعالى يجازيكم احسن الجزاء. ايه المرض دي اللي قدت لك اه السرطان وعندي في تحت الضلعة ووصلي اه الاخر المسران الكبير. وقتعو لي اربعتاشر سنتين في المسران الكبير. وكانت تعالج هادي مدة اه تقريبا عام او وربع شهر. والحمد لله شوية شوية ولكن ارى ما زال عتابعني السكانيرات ما زالتابعني اه ما زالتابعني اللي كنترول. اه اللي يجازيكم بالخير. اللي قد يعوننا الله يجازيكم بالخير. اني سيس تقريبا اه على حسب بريزون شارج. بريزون شارج تيجين تقريبا شي اتنين وربعين الفريال. دين وربعين الفريال بريزون شارج اه ديال الاخر اسميته كتعطي كل حصة كتعطي فيها اربعتاشر الفريال في الحصة. زائد جوش تحالي لكنديرهم ديال ديال المناعة وديال اه ديال ديال كيلوتين. وذلك اشي اللي كان. هادي كتديها تدار بتقريبا شي مية وعشرين درم باش نديرها عند زكريا. والاخر اسميته ديال را تدار تلت مناعة بريال. تلت مناعة بريال كلا وحدة. وتلتاشر حصة. يعني ر values مصاريف ديال بالصحة. impatди الادوية الادوية ديما كان نشري الادوية. دراء ضروري من الادوية. عندي اربعة لانواع ديال الادوية. و يعطيوني واحد وحدة هو ديال الشيميو وكانه مرة مرة كل حصة واحد يوم واحد وعشرين يوم كان دوز. كان ل vi versão. اعلان راش حال هذي قلت لك عام وربعة شهر. وليلا يا الله را ما ما بنلي يوال وما زال دبا راتان عاني ارجلي طراني من هنا احتل احتل من الركبة الى احتل احتل الوثث. وعودتاني الكليتين اخر حصة دبا وصلية الكليا اللي منية. وليت كان عاني منها بزاف دبا. هذا مشكل دبا مبقاش ديال الاخر. الكليا دي برا درت ليها جوش تيوث. درت ليها جوش تيوث. اه درت التيو اللي ولاني جيت وصلت هنايا على حسب تصفية. وصلت هنايا تحيد لي ارجع دعو التاني درت واحد اخر. اه وما ما اعطاش النتيجة دياله. ما زال دبا كان عاني. اه لا اله لله انت كتشوف. اه اليوم جينا لزيارة هذي صديق ديالنا اللي للأسف اصيبها بمرض سرطاني اسفل الضلع. وكما كان عافو جميع انه التكلفة ديال العلاج ديال متل هاته الامراض عند نفس البلد ديالنا هي باهظة التمن. اه كان كيت تعالج يعني المددب ديال ما يقارب يعني سنة ونصف باحد المسحات. لكن اه نظر لانه المعيد الوحيد ديال اه تعضى عليه يعني اه الايتيان ب مصارف العلاج. اه في هاته المسحة. اه والان نحن نحاول يعني مناشدة المحسنين والقلب الرحيمة من اجل البحث عن امكانية اتمام العلاج او ان شاء الله اه ايجاد سبل وحلول لامكانية علاجه ب اه احدى ديال المجاوعة في الدول الاخرى. اه الفكرة ديال ارساله يعني العلاج في منطقة خراجات يعني انطلاقا من احدى الحالات يعني السابقة اللي نجدنا المحسنين ونجدنا يعني الناس اللي لدخلوا الحمد لله وقدرت انها يعني تمشي تعالج اه في اه ديال الاوروبية. ولما لا كان نجده المحسنين وكان نجده يعني القلب الرحيمة باش تكون واحد الالتفاتة. مثل هاد الاشخاص اللي كي يعانوا من هات الامراض الصعبة صراحة. اللي ندعو الله عز وجل ان احت واحد يعني ما يتصابش بها. وكان تمناو كان تمناو انه تكون واحد الالتفاتة لان كما كان عافو هو الموعي الوحيد ديال الاسراء. بالاضافة ان المنزل اللي كي يسكنوا فيه اه فقط هو مكترى. اه اه نظرا الظروف الصحية كما كشف هو طريح الفراش يعني غير قضي على العمل. وكان هو كي يشتغل يعني كهربائي. اه يعني صراحة يعجز اللسان يعني عن شرح يعني الوضعية يعني المصاريف ديال ديال الكراء مصاريف يعني اجمالية ديال المنزل ديال الابناء اللي يعني في الدراسة حاليا. اه يعني كما كنشوف احنا الوضعية دياله حاليا دبا. للاسف يعني الوضعية دياله وغا دياله كتضهوة. نحاول انه ان شاء الله ننقد ما يمكنه انقاذه وكنشوفو حتي يعني الصحيحة دياله النفسية دياله المتضهوة بسبب يعني هادشي اللي كي يحدد دبا. اه تزيد صحته سوء في سوء. وكنتمنون ان شاء الله انه نلقا يعني شي شي تخريجة لهذا الامر هادي والامل دياله ان شاء الله لا تخيب اه بالمحسنين والحمد لله يعني تلقينا مع محسنين في حالة سابقة وكنتمنون ان شاء الله يكون خير. لكن دبا كانت تعالش باش يموت ذات الوراء. باش ما يقضي الحبيبات صغارين عاو تاني ذات الصغارين ما يقضي ما يزيدوا بشي يقضي. او تاني ما يحيوش. شكرا لكم. شكرا لكم. ترجمة نانسي قنقر